أقسم الله تعالى بالليل فقال والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى ولم يذكر يغشى بماذا يشمل كل ما يغشى به الليل أهل الأرض فيغشاهم بظلمته ويغشاهم بسكونه ويغشاهم بما يكون فيه من ستر لما يكون من أحوالهم فقوله يغشى يشمل كل ما يغشاه بكل ما يغشاه يشمل كل ما يغشاه من الخلق والأرض والسماء بكل ما يغشاه من أنواع الستر الذي يكون وقد ذكر المصنف رحمه الله وجها من هذا بقوله فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى إذا غشي الخلقة بظلامه وهذا وجه من أوجه ما يغشى به الليل أهل الأرض ثم ذكر مقابل الليل قال والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى هذا قسم بالنهار في هذا الظرف وهو ظرف تجليه إذا تجلى أي ظهر وبان وانكشف بضيائه وإشراقه وما فيه من حركة الناس في طلب معاشهم والليل والنهار قرينان وهما متضادان متقابلان وهما من آيات الله العظمى الدالة على إبداعه وصنعه جل في علاه فالقسم بهما لفت للأنظار إلى ما فيهما من الآيات والبراهين الدالة على قدرة الله وعظيم صنعه جل في علاه